سيداتي سيداتي اليوم كنت تواجد بكم في احد الغزيدان صليا في المجمع سكاني مسدود في البارير ديالو بالحراسة الليلية وفي النهار ومنظم بطريقة رائعة شوفوا معي غير المدخل هذا غير المدخل للعمارة شوفوا كيف يدير الشوقة التي سنقدم لكم اليوم كنت تواجد بالطابق الارضي عمارة التي كانت فيها مرأة السيارات كانت فيها باركينج ستران ونقدر نقول لكم كنت تاب باركينج اكستر مفجد الداخل كان هناك بارير وكان هناك جريدات وكانت تواجد في احد الموقع الاستراتيج اذا نبقى معي ايزائي المشاهدين وندخلوا ونشوفوا الشوقة من الداخل ايزائي المشاهدين اكترح لكم ان ندخلوا لدخل هذه الشوقة ونشوفها منايجة تكون مقبل من كل شيء كنقول لكم معكم طريقة من قناة ديال افايل ونحاول ان نبحث لكم على اجود واجمل العروض التي تتواجد في السوق وفي جميع الاحياء اليوم انا نقول لكم مرحبا بكم في مدينة مكناس وبالضبط على مقربة من الحي التي يحمل اسم ذيالزهوة هنا كنت تواجده في الطريق الذي ستكون مركب سياحي الذي يوجد في اركاغ تينجرى الناس ذي المكناس كي يعرفوه على مقربة كذلك من لوطة ذيالزاكي وعلى مقربة من وسط المدينة تقريبا بالضبط من هذه الشقة هذه تل وسط المدينة يعني تقريبا 12 دقيقة بالسيارة العقار اليوم يتبع فارغ ولكن تلك التي تريدها في الاتثة هناك تجاوب وهناك قابلية أريد أن أشكركم كاملين اينما تواجدتم في جميع ربوع المملكة وكذلك الناس الذين يتواجدون خارج أراضي الوطن المدخل العقار وهو هذا كما نرى هذه هي الدخلة وهذه هي الباب الرئيسية نحن داخلين نرى الاتثة كيف جاءت التسميم نحضر على التسميم للعقار فأنا ندخل أجمل شيء الذي يكون في العقار في المدخل لماذا نقول ذلك؟ تلك لأنه تقضية لأنه ستحرك أليس من المدخل أمثل من المدخل لأنه في المدخل لأنه لديك المدخل لكن هناك مدخل هذا هو المطبخ المطبخ الذي يكون مصاوب بالخشب بالعود كما قلت أن هناك قابلية لكي يبقى الآتات في هذا العقار مساحة إجمالية في هذا العقار بما فيها الكوغة لها كل شيء تقريباً إلى مساحة 90 متر مربع والثمان إلى 460 ألف درهم تقريباً إلى 46 مليون لا ترى معي هذا الكوغة ل هذه العمار هذه العمارة فيها 4 طوابق وأنتم معي مثل المشاهدين إذا كان لديكم بعض العقار ويريدون أن تضعوا في البيع فنحن أرى الإشارة معكم فإنما كنتم فممكن اتصال أو التواصل معي كما ترون معي هذا هو المطبخ المطبخ المتاسع البلاثة الثلاجة البلاثة البلاثة الأوط كل شيء يضعها في البلاثة نحن ندخل نجد هذا الكوغة وهو الذي يدوزنا البلاثة العقار هنا في العقار لدينا سجوع وهذا و هناك صالون صالون مربع لا يوجد صالون بطويل غارق و نضع لكم بالنسبة للرؤية سوف نحضر على ترجمة 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 و ترجمة وهذا الشقة كلها جيدة مهوية كما هو الشأن بالنسبة للحي كما قلت لكم بالنسبة للمجمع سكاني هذا جدا روعة روعة أنتم لا تشاهدون معي صالون سيجور وكما قلت بالنسبة لتال مفاهمة في الأتات رح ممكن يكون هناك تفاهم في الأتات ديال هذا العقر الآن نرى الصالون والسجور والمطبخ نكمل زيارة لدينا الثقار هناك الغرفة الأولى تأتي بشكل مكان يظهر إلى 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 مكان هناك تواجد وكارلها في مدينة مكننس ونقدم تحية والسلام من الناس من تنجع إلى الخارج وكذلك الناس من تنجع إلى الخارج من أراضي الوطن أينما كنتم هناك غرفة الهين المتسعة كما ترون بالنسبة الأمسية هناك مستهلة كبيرة وكذلك أستعد قلب المساحة هناك داخل وضع هناك فسك هناك داخل وضع وعندما يكون هناك مباشرة وعندما ترى الدوشات هي بلالة من يومها يمكنك ترى بلالة من يومها وفي البابها وكل شيء مصعب بعد ذلك نخرج لنرى الغرفة الثانية الغرفة الثانية هي هذه هذا العقل يكون من جهة الغرف مطبخ لم تكن من ساحة إجمالية من 90 متر مربع وعندما ترى الغرفة الغرفة الثانية كما قلت يمكن أن يكون هناك تفاوض من أجل شراء العقر بالأتس أتمنى أعزائي المشاهدين تكون صورة واضحة لديكم العقر الذي يريد أن يستفصل على الاتصال هو الرقم من أسفل الفيديو الذي يريد أن يبيع عقر كذلك مثل أرض فلاحية أو أرض قابلة للبناء أو كذلك فنحن رهل الخدمة لكم جميعا كنتم من أعزائي المشاهدين أعجبكم الفيديو اليوم نقول لكم إلى اللقاء لا تنسوا للمشاهدة الإجاب والاشتراك ترجمة نانسي قنقر